السلام عليكم يا فامي يا حبابي كيف انتم اللبس عليكم زيانين اتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير ومنقتكم خير ان شاء الله يا ربي اليوم سوف نشارك معكم المشتريات التي شاركت الكوزينة طبعا الكوزينة جديدة خصها شيئا جديدين ضروري تدخل شيئا جديدين اتخرج شيئا قديمة و تدخل شيئا جديد طبعا هذه معروفة و الانسان يقدر زعمكرا كان بالإمكان ديالهم في هذا الشيئ بس يبدل شويش شئ حاجات اللي فيكون مقدامين بزدف مثلا مقاوشي استعمال او لا تهرست لك او لا المهم او لك تبغى تزيد شيئ اضافات في الضرب ديالك اتفا عامة المهم انا بالنسبة لي الي انا قلمة السعادة ديالي والفرحة ديالي هي من كان شري شيئ حاجة من الكوزينة نضاري الاسرة ديالي كاملة كان شري لهم شيئ حاجة جديدة كان كون في قمة السعادة ديالي والله العادي من الناس و طبعا تفتس عارفوا الانسان عاو كي يمشي على قد حاله ولا قد جيبه لا يكلب والله نفسا الا وسعها يعني هذه حاجة معروفة المهم سنشارك معكم بعض المشتريات شريسوا من الكوزينة طبعا الكوزينة جديدة و خصة شيئ حاجة جديدين خرجت من شيئ حاجة قدامين اللي صافي ما مبقى و شيئ صالحي اللي بالنسبة لي لانا و جبت شيئ حويجاتي بساطين اذا زيتم ما شريت شيئا كبيرة ولكن شيئ حاجة بساطين عشقتم و شريته مصافي و كان بأتمينة مناسبة سوف أخبركم ما شريت بالتعنان بأتمينة و من شريتهم طبعا ليس يا بنات كيف العادة كيف لا تعرفوني ما نطولش عليكم وهنا البنات سوف نبدأ معكم إن شاء الله حاجة بحاجة والأتمينة لهم إلا بقيت عاقل عليهم عفتوا لانا نسيت بصراحة هانتو ما كاتشوفو شحال من حاجة هنا هنبدأوا بهاد التيرمو هادا دي القهوة ولا قاتي هو بصراحة صغير هادا كنت شريته من كنت شريته من زالاندو زالاندو لانج كان واحد المرة عمي فيهم واحد البخومو غغزان واقي لكنت شريته إلا بقيت عقلاء بستة أورو خمسة أورو ولا ستة أورو ما فيتها شيء ولكن فن شكيل الوين ديالو شكيل ديالو حيث أنا كان عندي وكنت عطيته لخي واحد المرة صافيو وأنا قلت خصني شي واحد صغير بحال هيدا شي مرة هيدا تنخرج البارك مع الوليدات ضروري انك عجالي لما ديك آتاي ولا انتي معايا شي حاجة هيدا قلت مادام جبارت ورخص وكانت ديالو مزيانة شريه ونخلي يعني الوقت اللي حتجتو يكون عندي تاني حاجة شريت هادي ديال السابون كت جي فيها السابون والبغوص ديالو الشيتة ديالو وفيك تنزل الحلفة ديال القشوع هادي حتى هي كومونديتا معادي كتير موف زالاندو تهيا كانوا عمني فيها بروموسيون نقول لكم البنات كانت توشي سبعة اورو لا تمانية اورو شي حاجة في حال عيدا ولكن لكارتي ديالا غزالة هادي اللي هزيتها ديال القرعة ديال السابون مش ديال بلاستيك لكارتي ديالا فشكل معاوش شنو كي يسميوها البغوص عاوثا كارتي ديالا فنة مهم انا عجبتني حلوة فيها يعني الحاجات اللي كانحتاج كاملين يكونوا حدا حدا روبيني حاجة اخرى هادي واللي هي بصراحة مهمة بزف بالنسبة لي لانا بحادة بادي فيها ليزيت تاجر كي تجمعو كي تجمعو كي ترجعو واحدة ولا كتفتحو كي ترجعو طبقات في حال دريجات يعني بحال الدروج وكتنزل فيهم العطرية ديالك وفي نفس الوقت كي يبان شنو عندك في حال دبا مثلا انا كيفجتني الفكرة باش نعملا فسط البلاكر وغن نزل العطرية مثلا باش يبلي هدوك اللي كيكون اللور غاي يجيوا عالين باينين ويبانوا لي تحت منهم ولي تحت منهم شتو شكيل ديالك كيفاش كي يجيوا وصراحة عملية وغزعلة بعدها انا مني شوفتها عجبتني حيث انا شريتها قبل ما نبدأ لتخابو في الكوزينة وكنت كنفكر يعني كنفكر شنو خصني نعمل شنو خصني نحتاج من اللي جبت الفرصة ان نجبرت هادي بروموسيون كنو عاملين لعشرة الأورو وخشويات تمن دياله ولكن عجبتني بزف لان ما ما كنت شي غادي نجبر بحال هادي في شي موطع صافي هادو بكموندي تم كنت مع بعطياتو من زالاندو هادو رضيمات هادو صغاري شريتو من كارفوغ في الصلد شريتو من بقى نورو الوحدة عجبوني باش نعمل فيهم الزيت ودك الزعتار والتومة ومهم ديك الأعشاب يكونوا مع الزيت كدش يمزيونة هادي ديال ديك الرضومة اللي كدجيب القريفو ديك البرادة تهي غادي نحتاجها ان شاء الله من بعد شريتو موح المجازة اسمها بيك بازاخ غيبشي ثلاثة أورو كون شريتا انا في وحد طبيعة ميكان جبرشي حاجة رخيصة وعرفها غتنفعني من بعد وكنت قادرة كين شريها هادو هادو البنت رائعين بزاف وفنين شريتو من كازا واحد نهار دخلت غير في هادلي صلد دخلت غير بالصدفة جبارتو عاملين لهم سبعين في المياه هادو الثمن ديالهم 12 أورو 95 هذا الثمن الأصلي ديالهم ورجعوهم من بعد بسبعة أورو وخمسة وتسعين سنتيم وعادة برجعوهم زادوهم بسبعين في المياه فوق هالثمن يعني أنا جوني بجوجدو الأورو الوحدة ولكن ينتقلين البنت وصحاحين يعني الخشب الأصلي ديت الجوج منهم حيت كان عندي اتقل وقلت من بعد نرجع عندي ولكن من اللي رجعت مجمرة تشي وحدة صافي فوصي بهادي الجوجة هادو صافي غندوزو هاد المجموعة هاد اللي بقت نتالي كاملة هادي شريطة من 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 واحد المجازة من المجازة اللي كنت شاركت معاكم مرة اللي فاتت كنت مشيت ليلة شريطة من تما هاد هاد القريعات هادو ديال العطرية هاد الشكل هادا بحال هادو كلي كينين في ايكيا غير هادو كبارين شويش فيها كل بوطة فيها أربعة البياسات الحجم ديالو مكبارين وإلا شفتو الغلاقة ديالو حتى هي شفتو كيفاش عاملا يعني كاتبيين حيتش ديال ايكيا كينا الغلاقة ديالو كاملة كاملة زعمة ما كاتبيين شي كاملة نقرية ما كاتبيين ما ولو لكن هادو لا هادو ويمكن لك تنزلهم هيدا عاديا توقفهم يمكن لك عندهم حتى تزلهم بوزيسيون هيدا بحال نعسين هادو زو ما سا راح عجبوني وكنت اديتهم بأورو أورو تعدو تسعين الباكية وجوج باكيتهما اللي بقوا يعني كينين هاد الجوج ديالباكيتهما اللي بقوا لهم اديتهم أنا بجوج بيهم اديت هاد الكيسين هادو اديت هاد الكيسين هادو يلاقلتو كون شريت من نوم في سيناهم اديت من نوم جوج هاد المرة جبرتهم تمر خاصين وزيت جوج وحدين آخرين حيت اه اه انا كتعجبني الحاجة تكون عندي زيدة ما كان مغاش تكون عندي وحدة ولا جوج سيغتو الكيسين هادو هاد الكيسين هادو اللي كونش كيعرفوهم عاملين فحالي مضوبلين من داخل شكيل ديالهم صراحة محمقني وكنت بغيت نشريهم شحال هادي ولكن كانوا كيجوني غاليا اه هاد المرة هادي جبرتهم تمن ديالهم ناقص شوية وديت هاد الحجم هادا ام حيت كيل الاس والام وكيل ال اه اديت منهم جوج باكيات كل باكية فيها جوج كيسان وصراحة كيجيون مزيون في القهيوة ووحتى اتي وهاد المغارف هادو الى شفتوهم معوجين واحد واحد داكور هنية هادو انا شريتهم على حسب عندي دبا ديال كيسان طوالين ديال قهوة ولا العاصر ومثلين كتبغي تحرق بيوم الصغرين كيجيوني صغيرين يعني كيجيوني صغيرين يعني كيدخلوا في هاداك الكيسان كاملين لغ هادو شريتهم باكية فيها ستا بشي ثلاثة أوروة قيلة كانوا وهادا الحككة العجيبة اللي صراحة شفتها عجبتني بزف حاجة وحدة اللي تارس انتباه ديالي فيها وعجبتني بزف هي انها عندها لغشة دياله من تحت من اللي كتحك وسط منها اي حاجة كتبقا داخل صافي ومن بعدك كتحيل لديك اللغطة دياله وكتخوي دك شي مباشر مثلا في الطنجرة ولا في المقلة ولا في اي حاجة عندك انا غدا نوريكم كيفش عند هاد جيها هادي فيها جوش ديال انواع ديال ديال الاحجم ديال باش تحك فيهم وعند هاد الغلاقة هادي بصراحة عجبتني بزف وبخاتيك صافي يعني ما كتحيتش يضيع مثلا بعض المرز كتبقى تحوك الحاجة كيت ترشلك كتوسخ لك الدنيا او لو خفت طبسين لك شي كيبقى يخرج ما هادي بصراحة كل شي كيبقى وسط منها اي حاجة حكيتها كتبقى فيها هاد 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 المعرفش شنو غنسميها لكم كيقطعوا فيها القطعة ديال الخبز كيقطعوا فوق منا الخبز بصراحة كي بزف ديال الاشكال كل وحدة والتمن ديالها انا بديت ارخص وحدة هادي كتبقى سبعة اورو على حسب البلونت خاباي باش ما تجرح لي شي بالموس ودك الشي بديت انا هادي على حسب نقطع فيها الخبز وتحمي لي في نفس الوقت بلونت خاباي وهد سليفة هادو ديال ليسوس زيتون تعمل فيهم لي فخويسك يعني بزف الحاجة ومراكبي بوري ماشي صغير ورين انا ناصات عجبوني بزف مع الكحال والضغط فيهم جاكي حمق ام المهم الحجم دياله ماشي زعم صغير ورين يعني تستعملوا في بزف الحاجة باكية فيها شحال فيها اربعة مهم البنات هادو تغمب شي ثلاثة اورو شي ثلاثة اورو شي حاجة هكذا يعني مواصلين شي مواصلين شي أربعة اورو شي ثلاثة اورو مهم ثلاثين واربع سنتين بحال هيدا فيها باكية فيها اربعة وهادي البنات ديال هادي كنت نفتش عليها بصراحة شحال هادي هادي كتمل فيها مثلا اما اللوز بودرا اما السميدة رقيقة او للفينو او انا شريت اصلا على السميدة رقيقة او للفينو باش مينكون كنا من الرغايف ولا الخبز ولا شي حاجة مزيانة كتبقى ترش بها بلا ما تبقى ترون يدك او مثلا كتكون زيت في الدك وهادي باش كتخدم الخدمة ديالك انا على الشريتة هادي كانت يبشي اورو البنات واقيلة ما شي غالية اه شنو اخر كانت تنصف يا البنات هاد شي اللي شريت هاد شي ما كان البنات المهم تمنا تعجبكم الفيديو وهنا غد نشد معكم ونطلقوا فيديو جديد ان شاء الله خليتكم على خير السلام عليكم اشتركوا في القناة